من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة انتقالية همت 1116 منهم يمثلون 25% من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية ومن خلال إعمال معايير الكفاءة والاستحقاق والتقييم الشامل للأداء أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 160 من نساء ورجال السلطة في المهام بالإدارة الترابية كما تم إغناء الإدارة الترابية بأطر جديدة متخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 124 خريجا وخريجا تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الحركة الانتقالية ومن خلال الترقيات التي استفاد منها نساء ورجال السلطة إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية عبر الحرص على الالتزام بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرس في تولي مناصب المسؤولية وذلك بهدف الرقي بعمل الإدارة الترابية وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين ترجمة نانسي قنقر